حال المسرح يا سادي أفيران من دمائة عام في أول مسرح أنشأه أبي خليل بمناسبة يوم المسرح العالمي أقامت مدرية المسارح والموسيقى والمسرح القومي في محافظة الحسكة العرض المسرحي تحية للقباني وذلك على خشبة المسرح في المركز الثقافي العربي بمدينة الحسكة تأتي هذه الاحتفالية تحت عنوان تحية للقباني حاول أن نلخص تجربة مؤسس المسرح العربي أبو خليل القباني من خلال عرض مسرحي بشكل أو بآخر هو يقدم لمحات من الحالات المتميزة التي قدمها هذا الرائد المسرحي عبر حالة درامية أنا دوري هو شخصية أبو خليل القباني الرجل اللي ساهم وعملوا تعب كثير لحتى يصنع للمسرح اسم ما زال موجود حتى اليوم جسد شخصية سعيد الغبرة هي الوجه الضلالي في تلك الفترة في مرحلة تأسيس المسرح هي مناسبة عزيزة علينا جميعا لنحن المسرحيين طبعا أنا أوجه تحية ومعايد لكل الزملاء المسرحيين وأقولهم كل عام وأنتم بألف خير جسد شخصيتين بهذا العمل شخصية أبو فهد قبضاي الحارة والشخصية الثانية شخصية التابع للشيخ سعيد اللي هني من أشد أعداء أبو خليل وبالنهاية هو عمل له رسالة هادفة وإن شاء الله نحن نكون نقدر نوصل هذه الرسالة للجمهور ما شاهدنا اليوم هو عرض جميل وعرض كثف ووضح رسالة أبو خليل القباني بداية عمله واستمرار العمل التحديات التي واجهت أبو خليل القباني أفكار التي طرحت ما جوبها به من تخلف من نظرة دونية للمسرح العرض يلخص تجربة مؤسسي المسرح العربي أبي خليل القباني ويقدم لمحات من الحالات المتميزة التي أنجز هذا المبدع المسرحي عبر حالة درامية وترافق العرض فقرات سينمائية أحمد الحمدوج للإخبارية السورية الحسك